اكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الحرص والاهتمام الكبير بتفعيل وترجمة التوجيهات الملكية السامية والرؤى الشاملة والنيرة لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه من أجل المضي بعزيمة وطنية وإخلاص متواصل في خدمة الوطن وتعميق المكتسبات والمنجزات الوطنية التي تشهدها مبلكة البحرين في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم رعاه الله وأعرب معالي رئيس مجلس الشورى عن الثناء والتقدير الرفيع لإشادة جلالة الملك المعظم خلال ترأس جلالة حفظه الله جلسة مجلس الوزراء اليوم بمستويات التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مؤكدا معاليه أن اللفتة الكريمة من جلالته أيده الله وإشادته بدور السلطة التشريعية والتنفيذية في مسيرة التطوير والتحديث تشكل نبراسا ودافعا لبذل المزيد من العطاءات الوطنية والجهود الحثيفة لتحقيق المزيد من التقدم والتطور للمملكة في شتى المجالات وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى أن أسس ومبادئ التشاور والحوار تتعمق بشكل متميز بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بفضل دعم واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله منوها معاليه بالأدوار المشهودة والمحورية التي يطلع بها سموه في قيادة العمل الحكومي وتوجيهات سموه المتواصلة لتوسيع التعاون مع السلطة التشريعية والدفع بمسارات التكامل والتنسيق نحو أفاق أرحب ولفت معالي رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس مستمر في تسخير الإمكانيات والجهود التشريعية وممارسة دوره الوطني في تحديث القوانين النافذة وسن التشريعات الداعمة والمساندة للمسيرة التنموية الشاملة بما يرفض سجل الإنجازات التشريعية ويضمن استدامة التنمية والنهضة والتقدم لمملكة البحرين شكرا شكرا